الخبر اول اللي عاد عن ناريني بيوتي وعيد ميلادها فاليوم يا حبايب هو عيد ميلا ناريني بيوتي فكل عمت بخير عقبال مليون سنة يا رب وطبعا يا حبايب نزل شوية ستوريات صار مراحلية 22 سنة من عيد ميلادها فكل عمت بخير وطبعا نتسون يا حبايب نتباركولها بالكومنتات على عيد ميلادها ننتقل حاليا مريانا غريب والتهجم اتعرضت له بالنسبة الاشخاص اللي يسنونها عن السبب فمريانا يا حبايب كان عادها عملية ولكنها قبل العملية نزل شوية تيك توكات قاعدة ترقص فالغلب الكومنتات كانت يقولولها انه بدأ متذكرين رب العالمين قاعدة ترقصين قبل العملية مثل ما شافين بالكومنتات ومثل ما شافين المقطع طالعي قدامكم ولكن الحمد لله طبعا تمت العملية بالنجاح فمعافيا رمى به الاخير والعافية وكتبوا بالكومنتات ستحق التهجم او لا اخيرا طالعا من المشفى اليوم اللي من يوم الثانين على هاتخد واحس الجهاز الحمد لله اليوم طالعا ومع انه المفروض اني اضل كمان هيك انا حكي الدكتور بس انا اطلب اقرر اعمل العملية قلت رحصور لكم فيديو لانه انا احنا بحب صور لكم الشيء اللي انا بعملها الفيديو لما اختيهم بتصورني انا ما عندي جراني اتفرج علي انتو كيف تكون تتفرج علي انا ما بعرف اتفرج علي اعني ت paisاة cheaper جراني مسا prosperous اخير erreichen ايه ما اخيرواB انتبخلوا لا اسبع معهم تضحك تخيروا الدكتورش في اليوم قاللي انتبنت كثيره انرجي كلاما معي استضحكي انتبه انيس شاي معتش متن تعرفون حاليا انيس يريدينكي لكم الكل احذري مني قبل الواجع Komm teachings وبعد ما قرر انه عمرة بنروب ان هوي لاكمه انيس شاي بن claw anma انس حبيا حبايب وصار ميرد على عمر واختفى من السوشيال ميديا رغم أنه موفلوكس نزل شوية ستوريات أنس شاي بها موجود يعني هو وقاعد ولكن ما ديرد على عمر أبو الرب وعمر أبو الرب نزل شوية ستوريات يقول بيه أنه عناس ما قاعد يرد عليه وأنه ما هو خاف وانسحه وصار يضحك عليه رح تطوكم الستوريات شوفوها لما يجد منتقاتل بعدين تلغيهم اخوان أنس بطل يرد علي أوكي بالأول كان يردوا هيك بعدين لغى الستوريات وبطل يرد ماشي وانا جد متذائق عشان جد كنت متحمس كنت متحفز وكنت حضربه يالله لأ هيك الشغلات الحلوة بحياتي دائما بتروح انضربت عيني أنا بإضافة نعمر أبو الرب يا حبايب سافر الدبي والتقوا يا كيندي ونزل هذا الستوري بعدين نزل هذا الستوري كاتب يا أنس أنا جيتك الدبي على مودك ننتقل حاليا لبيسان اسماعيل يا حبايب والحلقة الأولى من برنامجها الجديد نزلت الحلقة الأولى يا حبايب ويا دايلر سويت مقابلة ويا بالرسماء الأشخاص اللي شافوا الحلقة يكتبونها بالكومنتات هل أجبتكم الحلقة أو لا ننتقل حاليا لمحمد كريم يا حبايب وسافر الدبي فنزل شوية ستوريات وشوية صور من داخل دبي فأكيد حسوية أشياء رهيبة يكتبونها بالكومنتاج قمت حمسين ننتقل حاليا أمير الحسين يا حبايب واشتياق لمحمد كريم فنزلت هذا الستوري كاتب أشبع بعضكم بالفراق إنه دائما حاولوا تحشوني يا شخص بشكل كبير لما تعرفون شوق يكون آخر مكالمة أو آخر لقاب ما بينكم وإنه بعمل ترجعون البعض ووضح أن هي مشتاقة لمحمد كريم ونتمهن على اللحظات اللي قضتها بدونه فكتبونها بالكومنتات هل تمنون أن يرجعون البعض أو لا ننتقل حاليا غير تمار وانيا حبايب والمقطع اللي نزلت اللي يوضح بي أو نوعا ما يتهجم بي عن الأنس الشايب فكروا اللي صارت تسألة من اليوتيوبر اللي مو ممكن أنك تصوروا إياه أو شخص مستحيل تصوروا إياه فهو نوعا ما بالبداية ما جاوب ولكن بالأخير صارت تقول لك كأنه شخص يلعب ملاكمة واضح أنه قصد أنس الشايب هو قال يب هذا هو الشخص ولكن من ذكر اسمها راح تقوم اللقاء تشوفوها فكروا حبايب الكومنتات هلت يا غيف مروان أم يا أنس الشايب مين من اليوتيوبر مستحيل تصور معه يعني خلاص هذا اليوتيوبر بما بقي غيره بس أنت مستحيل تصور معه محتوى عربي؟ أنا أكيد ما أجنب آه وليش؟ اخترعتها هلأ بسيطة استني حالي يقول هذا؟ لا ما بسي آه أكيد في حدا سنتي بعد جاوبي ليش أنا جاوب بجوز بالأسئلة بعد جاوب شو حاسي أنه ملاكمة بالموضوع شكرا جاوبتي نالله شوفوا كل الناس خطني شكرا جاوبتي ننتقل حاليا أنس شايب يا حبايب ببرنامج جديد فنزل هذا المقطع عن برنامج جديد اللي رح يزال قريبا إن شاء الله رحطوكم لشوية الكوالية تشوفوها بالختم يا حبايب بتشر مقطع على تيك توك المقطع حتحطوكم إياه شوية زائة 18 فاللي ما حاب نشوفه يطلع من المقطع من هسا المقطع المتصر يا حبايب مثل ما تعرفوني أنس شايب ما قاعد يرجع لعمر حاليا ولكن تشر مقطع أنه أحساس أنس شايب سجله لعمر إن هو يريد يجيل الأردن ويفشار زائة 18 يا حبايب رحطوكم إياه اللي أغلب يقول إنه كان عمر بنزل ستوري ولكن حذفه مادر الصراحة رحطوكم إياه كلمة زائة 18 أحذركم من هسا اسمعوا المقطع بكرا يا ابن الشار موتا نازل على الأردن عليك بكرا نازل الأردن بس عشانك بدي أشوف دوينك ابن هالقاح بي بدي أشوف دوينتاتك بكرا نجيك على الأردن وبس والله إنه وصلت المقطع فتركوا بالليكات ترجمة نانسي قصص أحبكم وبس مع السلامة